الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وآبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين هذا الحديث يدل على أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بقراءة الفاتحة بآية الحمد لله رب العالمين فقد دل هذا الحديث على هذا المعنى هذا المعنى دلالة واضحة صريحة لا تقبل تأويلات وينبغي أن يؤول ما جاء خلافه من البدء بالبسملة فهي مع كل سورة تبدأ بها مفصولة عنها وقد جاء ذكر الجهر بها بعض الأحيان ولو كانت آية منها لم يجز ترك الجهر بها في القراءة الجهرية وقد داوم على عدم الجهر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون وعامة الصحابة ثبت ذلك بهذا الحديث الصحيح ولا يحتاج إلى أي تأويل فما جاء من تأويلات من الشوافع في هذا الباب هي مردودة ليست هي مقبولة ويكفي من هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر مع عمر أنهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لأن سورة الفاتحة تبدأ بهذه الآية الكريمة وما ورد من افتتاح الصلاة بالبسملة في حديث ابن عباس ليس فيه الذكر الجهر بها ولا شك أن البسملة تقرأ سرا قبل الفاتحة وقبل كل سورة من السور وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق وعلمنا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسر بالتعوذ والبسملة وقد اتفق جمهور العلماء على الإصرار بالبسملة ولم ينفرض إلا الإمام الشافعي بالجهر بها وأنها آية من سورة الفاتحة وقد تقدم ما ذكرته من الأدلة التي على أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة وإن ثبت الجهر أحيانا فللتعليم لا لكونها سنة الصلاة فلو أخذ بها بعضهم لثبوت العمل أحيانا استحسانا فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى وعن نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه وفي أخرى للبخاري قال إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمنه فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وعن نبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليأمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله فإذا كبروا وركع فكبروا وركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتلك بتلك قال وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم وفي رواية عن أبي هريرة وقتاد قال وإذا قرأ فأنصتوا وحديث أبي هريرة يفيد حكم التأمين وهو أنه كما يقتدي المصلي بالإمام في جميع الأفعال يقتدي به التأمين وإذا أمن الإمام يؤمن المأمومون والملائكة حينئذ يؤمنون وموافقة تأمين المصلين تأمين الملائكة السبب المغفرة وفي رواية البخار إذا أمن القار وهو الإمام فأمنوا وفي رواية إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين يؤمن المأمومون ويمكن أن يحمل ذلك على عدم السماع تأمينه يعني تأمين الإمام لأنه يغفض الصوت بها ولم يتضمن هذا الحديث الجهرى والإسرار ولكن اختلاف الروايات يفيد الإحتمالين ويوافق الرواية الثانية عن أبي هريرة رواية أبي موسى الأشعري فليس فيها إذا أمن الإمام فأمنوا بل جاء فيها إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين يعني معنى ذلك أن الإمام يقول آمين سرا وأنتم إذا سمعتم ولا الضالين فقولوا آمين يعني إذا معنى ذلك أن المقتدين لم يسمعوا التأمين من الإمام فعندما قال إذا أمن الإمام معنى ذلك أنه إذا قرأ ولا الضالين فإنه يؤمن فكذلك ينمغي للمقتدين أن يؤمنوا وقد اجتمل حديث أبي موسى الأشعري على حكم إقامة الصفوف وإمامة أي واحد والأفضل أن يؤمن أقرأ ثم ذكر متابعة الإمام في التكبير والركوع وأن الإمام يسبق بالتكبير وبالركوع والسجود ويسبق بالرفع والمقتدون يتأخرون عنه قليلا حتى لا يسبقوه أو يقارنوه لأنه يسبه المشاركة في الإمامة فتأخرهم في الركوع وتأخرهم في الرفع يوازن الأمر مع الإمامة فتلك بتلك لم ينقص من صلاته ولا صلاتهم شيء هذا ما ورد في التأمين والأمر بالتأمين للمقتدين للمأمومين وأنه ينبغي أن يكون تأمينهم مع تأمين الإمام يعني بعد قوله ولا الضالين ينبغي أن يكونوا مستعدين متهيئين ولا يتأخروا لأن الملائكة يتصل بتأمين الملائكة في الدقيقة والثانية ليس هذا المراد الموافقة في التأمين الملائكة يؤمنون فالمقتدون مأمورون بأن يؤمنوا لأنهم إذا تركوا التأمين معنى ذلك أنهم خالفوا الملائكة فإذا خالفوا الملائكة لا يبارك لهم ولكن إذا وافقوا الملائكة في التأمين لأن التأمين معناه يا ربنا استجب دعاءنا فالملائكة يدعون للاستجابة والمأمومون كذلك يقولون ويدعون ربهم أن يستجيب دعاءهم فإذا هذا مما يجعل المأمومين مغفورا لهم تغفر ذنوبهم بسبب ذلك فلا بد إذن أن يكونوا حذرين متيقظين لا يتأخروا ولا يتركوا التأمين وليتنبهوا إلى مكانة هذه اللفظة المحبوبة عند الله تبارك وتعالى فليؤمنوا إذا أمن الإمام يعني إذا قال الإمام ولا الضالين فلو سمعتم قوله آمين أو لم تسمعوه إذا سمعتم ولا الضالين فقولوا آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين